في نقطة تانية واسأل لكو فيها انتو لاتنين في أوروبا تلاقي مسلا في ريال مدريد لو سألتك مسلا مين اسم المدرب بتاع فرير براعم مش تعرفه كانش نجمه في ليفربور في اي نادي مدربين البراعم دول تحديدا ممكن اصلا ما يكونش عدى عالكورة غير مسلا ايه لعب سنة كورة مسلا ما كانش نجمه لقل جوزي مورينيو مسلا مسلا كمان على مستوى البراعم انه لازم يكون دارس ما ينفعش تبقى نجمه بس يعني ممكن تبقى نجمه ودارس اهلا وسهلا بس لو انت دارس ومش نجم كبير اهلا وسهلا اكتر كمان طبعا بس يا كريم انت عندك برضو دارس التطوير ايوه ودارس من سنة لسنة ايه كرة التوارد في ايه ودارس الشغل البدني مع الولد الصغير اللي عنده تسع سنين غير اللي عنده 14 سنة انت دارس التعامل مع المرحلة مع المرحلة دي مش كورة بس مش دارس كورة بس هنا التوظيف هنا التوظيف كيفية التوظيف كيفية التخطيط انت قدام عشر سنين انا شايف الناش اللي عنده عشر سنين دهوقتي لما هيطلع يبقى عنده عشرين سنة هيقدر يفيد الفريق الاول ده امتى هيفيده عنده ستاشر سنة امتى هيفيده عنده سبعتاشر سنة امتى هل هيبقى مؤهل انه هو يشتغل على ده وهتلاقي المدربين بره بتدي ريبورت للسنة اللي جاية انا حصل مع فلان دوت وتسيب الريبورت عنه فاللعب البكرة يدال الريبورت عنه هتلاقي كل ده تخطيط وده ينفع يتأهل الفريق اللي بعد كده ده ينفع يتباع ده ينفع يتباع بدري هو ده ده ينفع يطلع فريق اول هو ده تخطيط هو ده توظيف هو ده تركيز هنستنى دايما الصدفة يعني ان شاء الله بإذن الله قطعنا شيء ده يدينا لعب كويس الصدفة بس بدون اي تخطيط انا هنا برضو انت بتفتقد الرقابة شكرا بس شكرا اللي انت قلت الجبلة دي غير انا بلح قصودة نبح الركابة لو لا هلوم على اتحاد الكورة في اي شي هلوم ان هوم مفيش رقابة ع الاقطاعات النشيين كل واحد失غل مفيش مو هنت أندية نادي فولگ انا بكلمك في أندية عندية كبيرة أندية عندها قطع النشيين مفروض يبقى منقل كطاعات النشيين في مصر زى مكان معودنا مجلس قدرته بيشتغل ازاي سياستك انت كدblicة تشتغل ازاي مين رئيس قطاع النشيين عندك الفرق اللي بتشارك يبقى الاصبوت عليها عمل ازاي الفرق البراعم اللي بتشارك يبقى الاصبوت عليها عمل ازاي يعني دلوقتي حاجة انا بشوف من الحاجات الايجابية حق مشروع لك انت كنادي ان انت تدور على كيفية ان انت تزادجيب موارد بس هاته بطرق مشروع يعني دلوقتي في قطاعات النشيين بيعملوا ايه بيعملوا حاجة اسمها قطاع موازي قطاع الموازي ده اللي هو بفلوس ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه انا دلوقتي انت ابنك مثلا عايز تلعبه مسابقة فهنا في قطاع في قطاع الرسمي بتاع ده اللي انت ما تجيش جنبه ده اللي انت بتأكله كويس ده اللي انت بتأكله ولد كويس بتهتم بيه بتهتم بيه بتتمرن بيه ما فيهاش وسطة ما فيهاش مجاملات ده اللي انت بتقدر تشتغل عليه يا بيبقى نواة لقطاعات الناشئين او للفري الأول الولد اللي انت بتشغل عليه يا اما بتقدر تسوقه تبيعه الكطاع الموازي انه لو وليل امر عايز تلعب مسابقة ففيه مثلا في سيه 2010 ده مسابقته مثلا بستة الاف جنيه المسابقة فولي الامر هنا ليه حرورية الاختيار يا يدفع يا ما تدفعش فهنا عندك بقى عندك قطاع موازي بيبقى داعم حتى لو ظهر لك ولد كويس تقدر تسجله وكأنه رسميا رسميا اسمه اكاديمية بس والله اكاديمية الله ينور عليك دي اكاديمية معروفة بفلوس الله ينور عليك ناخن منه اتنين تلاتة بعد كده بقى لقطاع الناشئين اهنا وسألك لقطاع الناشئين دا ما تمسوش هو دا هو دا اللي انت بتقدر تشتغل عليه قطاع الناشئين دا ما تجيش جنبه يالي هو انت خلاص انت بتشتغل عليه انا مع كمان سياسة اللي في قطاعات الناشئين يبقى اللعينه في قطاع الناشئين هو مدرب الفريق الأول. مدرب الفريق الأول ده بيطلب مسلا من كل مدرب في قطاع الناشئين سيه مسلا طريقة لعبه معينة. صحيح. اللي هي بيلعب بها الفريق الأول. صحيح. لازم لازم زي ما احنا تربينا عليه لازم فيه حاجة اسمه فريق أمل فريق الأمل ده اللي هو من كل سن مثلا عندك من 15 سنة اللي هو خلاص انت أنا بالنسبة لي 16 سنة ده يلعب فريق أول يعني يلعب فريق أول مرتاح المفروض ده ده المفروض بيحصل في أوروبا كده والدول المتقدمة 16 سنة ده بالنسبة لنا لسه طفل احنا لازم يكون عنده 16 سنة لا انت 24 سنة بلاك العجل صغير حد الوقت في قطاع الناشئين في مسابة 2001 يعني بيلعب ناشئين 22 سنة لسه بيلعب في قطاع الناشئين يعني 22 سنة انا بقولك أنا لو نادي نكلم من نهارده كريم ما بيه بالمناسبة يعني بقى الهدف التاريخي لبريس سان جرمان ب200 هدف 23 سنة هدف تاريخي لبريس سان جرمان لا وهو بقاله وقدي ايه عشان بقاله وقدي بيلعب هو أهو 200 هدف بقاله كتير بيلعب وبقى هدف التاريخي لفريقيته انت متخيل يعني احنا بعيد يعني لا فلازم الركابة حط تحتها مليار خط على الأندية وعلى اساسة إدارتها وعلى اساسة مسابقتها عشان يبقى فيه جيل يكمل يعني جيل بيسلم مفروض بيسلم جيل لكن احنا عندنا جاب كبير جدا بالأجيال